أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من حيصة تعين وحدث ليست المرة الأولى التي تثير فيها تصريحات وزير شؤون الدينية ردود أفعال غاضبة من قبل رأي العام الداخلي في الجزائر أخرها تصريحاته بخصوص منع الجزائر دخول الداعي السعودي المعروف محمد العريفي لأراضيها وذلك حسب مقال الوزير لدواع أمنية وسياسية وبسبب مباركته لثورات الربيع العربي هذه التصريحات خلفت ردود أفعال ليست على المستوى الداخلي فحسب ولكن حتى على المستوى الدولي وباتت القضية الأولى عبر شبكات التواصل الاجتماعي وسيما بعد تراجع الوزير في تصريحاته سواء تحت ضغوط الرأي العام الداخلي أو ضغوط السياسة حيث قال بأن الوزارة لم تمنع العريفي بالدخول إلى الجزائر بل قدمت رأيها فقط فيما يتعلق باستشارة إحدى الجمعيات التي كانت ترغب في استضافته بالجزائر وقدمت الوزارة رأيها بسلب إذن مشاهدين الكرام لماذا تحولت قضية العريفي إلى قضية رأي عام داخلي ودولي ما هي خلفيتها وأبعادها هل هذا راجع إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرياض في المرحلة الأخيرة هل صب محمد عيسى حقيقة بتصريحاته الأخيرة الزيتة على نار العلاقات الجزائرية السعودية المتوترة أصلا ما هي دواعي الأمنية والسياسية التي منعت على إثرها الجزائر الدخول أو استضافة العريفي لماذا تراجع محمد عيسى في تصريحاته هل هي ضغوطات الرأي العام أم ضغوطات سياسية ما هي الدواعي الأمنية والسياسية التي منعت على إثرها الجزائر استضافة العريفي إذا كانت حقيقة هذه هي أسباب منع العريفي من المخول بمنعه هل هي وزارة شؤون دينية؟ هل هي وزارة الداخلية أم الخارجية؟ من قضية الخمور إلى قضية شيخ علجة إلى قضية محمد العريفي لماذا باتت تصريحات وزير شؤون الدينية يتؤرق رأي العام الداخلي وتؤرق الحكومة أيضا ماذا يمثل العريفي الذي قامت عليه القيامة في الجزائر مقارنة مع الشيخ علجة وعلماء جزائريين أجلاء آخرين من يعيد الاعتبار لعلمائنا وقاماتنا في الداخل؟ لماذا الرأي العام الداخلي متشبت كثيرا بشيوخ وعلماء الخارج أكثر من الداخل هذا ما سأناقشه اليوم مشاهدين الكرام مع ضيفي في الأستوديو يحضر معي المستشار السابق بوزارة شؤون دينية سيد عدى فلاحي أستاذ عدى مرحبا بك أهلا وسهلا مبارك الله فيك شكرا أستاذ عدى فلاحي في بداية النقاش أريد أن أعرف رأيك فيما تعلق هذه الردود الأفعال الغاضبة فيما يتعلق بمنع الجزائر أو تصريحات وزير شؤون دينية بمعان الجزائر دخول داعي محمد العريفي للجزائر شكرا على أنك أعطيتنا فرصة للحديث حول هذا الموضوع ليس للتركيز على العريفي لأنه عريفي هو واحد من الألوف أو الملايين من الشايخ والوعاد ولكن للحديث عن المرجعية الدينية الوطنية في الجزائر وعلى المرجعية الدينية في الأمة الإسلامية عامة لأن المرجعية أصبحت تعاني من أزمة وأزمة طاحنة نتيجة الاستفاف السياسي ولكن أعتقد بأن سيد الوزير شون دينية والهوقاف لم يكن موفقا في التعاطي والتعامل مع قضية ما كان يجب أن تأخذ كل هذا البعد وتستحق كل هذا السجال الإعلامي على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي وكان يكتفي بأن يترك الأمر لأحد مستشاريه وأكثر شخصيات مؤهلة للقيام بهذا الدور هو المستشار الإعلامي الذي أصبح غائب أو دور خارية الإعلام بصفة عامة غائبة بوزارة شون دينية والهوقاف وأصبح الوزير يعمل بأكثر من قبعة أو بأكثر من مهمة مهمة وزير ومهمة مستشار إعلامي وعدة مصالح أخرى كان يتفادى السقوط في هذه المآزق كما أوقع له في آخر مرة لما ربما ادفع بالجزائر كذلك بصدام بن قوسين مع فرنسا لما تورد في قضية أنه بإمكان القوانين الفرنسية تسمح باسترجاع مسجد بريد وهذا مما جعل المؤسسات الفرنسية الرسمية بما فيها البرلمان أنه لأول مرة بعدما أسمع هذا التصريح كان فيه رد سلبي على الأئمة المنتدبين في فرنسا وحتى أنه اتهمهم بأنهم يأتون لفرنسا عن طريق الرشوة وهذا بسبب تدخل الوزير في قضية ما كان له يجب أن يتدخل فيها بمعنى أن سيد الوزير يخوض في قضايا لا تزيد إلا في تعفين الأوضاع وبالإخلال بالأمن الديني في الجزائر نعم الإخلال بالأمن الديني في الجزائر والوزير لا يخوض إلا في أراء أو قضايا تزيد وتعفين بنسبة سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي ربما نفس القضية سيد عدف اللاحبي ما يتعلق في قضية العريفة يقال بأنه فيه تدخل حتى على المستوى السياسي فيما يتعلق به من السعودية لهذا الكلام لأنه أثار ضجة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الداخلي في السعودية وكذلك عبر الشبكات التواصل الاجتماعي سيد عدف اللاحي هتعتقد بأنه هذه الضجة وتدخل السياسيين على الخطة راجع إلى توتر العلاقات الجزائرية السعودية في المرحلة الأخيرة لا التوتر موجود يعني موجود منذ مدة يعني منذ مما يسمى بالربيع العربي لأن السعودية من طبيعتها تريد أن تهيمن وتريد أن تسيطر على أو تستحود على إرادة الغير بما فيها الجزائر ولكنها وجدت الجزائر مستعصية ولكن ما كان يجب على مسؤول في أي موقع من المواقع المسؤولية في الجزائر وخاصة وزير الشؤون الدنيا والأوقاف أنه يعطي ورقة مجانا للجانب السعودي لأن السعودية الآن لم تصبح السعودية في مواجهة الجزائر أو غيره وإنما السعودية أصبحت محور بما يسمى بمحور السعودية وهو في هذه المسألة أعطى ورقة لمحور السعودية للاستفزاز أو الإبتزاز بأنه بهذه الطريقة يتم استغلالها للتسويق بأن الجزائر هي ضد العلماء وضد المشايخ ولا ترحب بهذه العلماء بالعكس أن الجزائر في كل السنوات كانت ترحب بالعلماء مهما كانت انتماءاتهم جميل سيد عدف لاحي فيه من يقول لا أدري إن كان عندك المعلومة فيه من يقول بأن الوزير وزير الشؤون الدينية تلقى توبيخ من أعلى مسويات في الجزائر بالنظير هذه التصريحات التي خلقت نوعا ما ضج بين الجزائر والسعودية صحيح على عندك المعلومة هذه بسد عدف والله إذا ربما ذهبت بعيدا حتى على مستوى الوزير الأول لا أعتقد بأنه منذ خاصة بعد إطارة موضوع المسجد باريس وعدة قضايا أخرى التي لم يكن موفق فيها الوزير وخاصة قضية أي تعالجة لأعتبر رمز من موضوع من مراجع الدينية الكبيرة التي تجاوز القرن يعني سلسلة من السقطات ومن العدم التوفيق أنا حسب معلوماتي من مصدر قريب جدا من وزير سابق حتى في حكومة سابقة كان لقاء معه وأكد لي بأنه على مستوى أصحاب القرار حتى على مستوى أداء الوزير وخاصة في هذه المرحلة مرحلة صعبة فيها كتلة من الفتن النار ترتهي في كل مكان وأعتقد بأن هذه المرحلة يجب أن يقودها رجل حكيم بمستوى وزير المرحوم مولود قاسم نايت بالقاسم جميل أستاذ عدى فلاحي يعني الوزير قال بأنه فيه دواعي أمنية وسياسية منعت الجزائر أو منعت على إثرها الجزائر استضافة العريف في رأيك أستاذ عدى فلاحي وأنت تعرف القضايا هذه جيدا ما هي الدواعي الأمنية إذا كانت أو الدواعي السياسية هل هو راجع لمواقفه من العربية العربية؟ هو الوزير يعني كوزير ما هو مطالب أنه يدخل في تقديم التبريرات والتفاصيل في هذه المسألة صحة يعني قضية أنه الأمر عادي أي إنسان يعني يريد أن يدخل الجزائر يتقدم يعني بطلبة أشيرة أو يعني تقبل أو ترفضت أشيرة جميل على مستوى القنصلية وتنتهي الأمر ولكن مع الأسف الشديد ذهبت الأمور إلى ما لا تحباد عقباه لحد الآن لأنه ممكن تكون تعدعيات لهذه المسألة ولكن دعني أقول لك بأنه ليس كل من يدخل للجزائر يريد الخير للجزائر وأنا يعني أستذكر لما كنت في الوزارة في زمن غلام الله كيف أنه بعد الجمعيات وجهت دعوة لبعض الشخصيات من اليمن وله مرجعية سلفية وكيف يعني فتحت له الأبواب وفي عز يعني التحضير لانتخابات الرئاسية لألفين وتسعة يقوم بخطابات وبتوجيهات للمواطنين أنهم يجبوا أن يقاطعوا الانتخابات ولا ينخرطوا في الاستجابة لنداء الحكومة بمعنى أن هذا يمس حتى بسياسة الدولة وهو ضيف الجزائر هنا يعني الوزير آنذاك اتدخل بقوة على مستوى المحلي والاتصال بالولي بولاية الواد ودخلت وزارة الخارجية في هذه المسألة وقالت بأنه من هنا وصاعدا لا يمكن قبول أي طلب لشخصية أجنبية إلا بموافقة وتنسيق ما بين الوزارة هي في العادة تتم طريقة الإستلافة سيدة عدف يعني إستلافة شخصيات دينية أو أخرى هنا في الجزائر هو إما تكون الدعوة موجهة من طرف الوزارة إذا كان فيه ملتقى أو أي ندوة أو تكريم لأي شخصية وطنية يعني بغض النظر على الدعوة الرسمية من قبل وزارة أو مؤسسة الرسمية الجمعية تمشي إلى طلب وزارة شوندينية أو الأوقاف للترخيص لأنه يدخل هذا الدعية أو هذا العالم أو هذه الشخصية ولكن بالتنسيق مع وزارة الخارجية لأنه في كثير من الحالات كانت بعض الشخصية تدخل بدون موافقة وزارة الخارجية أو إبداء رأيها حول هذه الشخصية ربما هذه الشخصية لها مواقف سياسية عدائية أو تضر بسياسة الجزائر مثل العريفي العريفي لما الجزائر مثلا ومع الأسف الوزير هو اللي دفعنا لأن ندخل في تفاصيل المسألة وإلا كانت القضية تغلق صحيح لما نقول بأن الجزائر ترفض دخول العريفي وغيره لأن العريفي يمثل مجموعة من المشايخ ومن العلماء الذين اصطفوا إلى جانب صاحب القرار السياسي بمعنى أن الجزائر أصبحت تتعامل مع هؤلاء على أساس أنها شخصيات سياسية وليست شخصيات دينية بمعنى أن الجانب السياسي والجانب الديني تدخل مع بعضها البعض واشتبكت الأمور لأنه كما نعلم المجموعة هذه أو مجموعة محور السعودية تؤيد مسألة الجهاد والجنيد المجاهدين خارج حدودها مثل ما وقع للعريفي جميل هذا ما كنتم سأتطرحه عليك سيد عدف لاح حتى يكون النقاش ونضع النقاط على الحروف ما هي في رأيك كيف يمكن لمحمد العريفي وهذا الداعية المعروف المتعلق ربما حتى الجزائري متعلقين به كثيرا يؤثر أو يتسبب في إخلال بالنظام العام مثلا أو يسبب حرج للجزائر في حد السعود لا يعني الجزائر واضحة يعني حتى يعني لما تنظم بما يسمى بصالون الكتاب أو معرض الكتاب فيه يعني إجراءات قانونية تقول بأنه ما لازمش يكون فيه يعني نشر كتب تدعو إلى العنف وإلى الإرهاب هذا كتاب نح فما بالك شخصية كلها تدعو إلى العنف والإرهاب ويستقبل في الجزائر العريفي وغيره شو محمد يعني يدعو إلى الإرهاب سيد محمد سيد عدد الفلاحي الجزائر تعتبر كل من يدعو إلى الجهاد بين قوسين خارج حدود بلده ولدفاع عن بلده يعتبر إرهاب والعريفي هناك أشرطها مسجلة بالصوت والصورة ذعى للجهاد في سوريا وأنت تعرف بأن العلاقات ما بيننا وما بينها سوريا الرسمية عشقات طيبة ومجيء مثل هذا الشخص ممكن ممكن وهذا سدا للدرائع ممكن في أي لقاء من اللقاءات في الجزائر ممكن ينادي من هنا في الجزائر للجهاد في سوريا وربما لا في اليمن لأنه دعا إلى الجهاد في اليمن وفي غيره من الدول وبالتالي هذا الخطاب في الجزائر وفي هذه الظروف بالذات هو ممنوع لأن القضية أصبحت قضية سياسية لماذا يستقبل العريفي في سنة 2009 في الجزائر بالورود لما جاء في مدينة الورود بالبليدة وستقبلها بشكل رسمي واستضافوا مدير شؤون دنيا والأوقاف بالبليدة هناك كان دعوة رسمية سيد عدف لاحي كان دعوة رسمية بطبيعة الحال كان طلب من عنده واستجيب الطلب لأنه في 2009 كانت الظروف عادية لم يكن هناك ما يسمى بالربيع العربي ولا ما يسمى بداعش ولا ما يسمى بجبهة النصرة أو غيره وغيره وغيره وكانت الأوضاع تقريبا متحكم فيها حتى على مستوى الحدود لا يوجد هناك مشاكل وبالتالي القضية تخضع لمآلات وظروف زمنية معينة فما كان مقبول ربما في 2009 غير مقبول الآن في 2016 والقضية هنا قضية سياسية بحثة وكل دولة لها سيدتها في أنها تستضيف أو تمنع أي شخصية سيد عدد الأفلاحي مدام القضية السياسية لتعتقد بأنه كان يجب أن يكون الرد من طرف مثلا وزير داخلية مدام يتعلق بجمعية من الجمعيات التي استضبتم أو بوزارة الخارجية لأنها المكلفة بمنح التأشيرات للضيوف الذين يدخلون إلى الجزائر مدام القضية السياسية أعتقد بأنه كان من الأفضل لا يخوض فيها وزير الشؤون الدينية لأنه يمثل مؤسسة دينية في الجزائر كان من فروض أن تعطى الفرصة ربما لمؤسسات سياسية أخرى لا 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 يعني التعامل مع القضايا الحساسة لا تطلب كثير من الحكمة ومن الذكاء نعم كان الوزير السابق أولم الله لما يتلقى طلب لشخصية معينة ويشوف بأنه ربما هذه الشخصية قد تمس بالأمن العام أو بشيء من هذا كان يستقبل الطلب من الجمعية ويقول الجمعية يقول لهم خلوا لي طالب هنا وننظر فيه ويخلي المسألة تموت يعني هكذا يعني دون ما يقدم لا تفسيرات ولا تصريحات حتى يفتح على نفسه يعني باب كان من المفروض كان من المفروض أنه يتم التعامل مع هذه الطريقة ولا تخرج حتى على العلن يعني إذا تلقي الطلب من جمعية كان المفروض أنه لو لكن صريحه سيدة عدف لاحي التصريح لما يقول لدواعي أمنية وسياسية ومباركة الربيع العربي لا لا هذا مقبول نعم مقبول ولكن ما كان يجب أن يتم التصريح به أو حتى يعني فتح الباب لدخول فيه لأنه ربما التصريح من هذا النوع أو فتح السجال في هذه المسألة قد يضر بالجزائر يعني حتى ولو كان التفسير له مبرر جميل ولكن يضر بالجزائر ولكن هناك نقطة مهمة لابد الإشارة إليها بغض النظر عن قضية الدعوة إلى العنف أو الجهات خارج الحدود هناك قضية مهمة تموس بالأمن وربما الوزير يعني هو نفسه لم ينتبه إليها أو لم يوشر إليها ولكن من حقي كإطار سابق ويزار شونديني والأوقاف ومحتلع يعني ربما على كثير من تفاصيل الأشياء وهو أنه العريفي وغيره من المرجعيات التابعة للتيار السلفي تعلم بأنها صدرت أو لها أبحاث فيما يخص أو بما له علاقها بالإباضية أنت تعلم بأن الإباضية كمجموعة يعني وطنية صحيح يعني نستقبلهم هنا في الجزائر هذا ربما يثير حفيظة حتى الإباضيين يعني هذا يعني يشكل خطر على الأمن الاجتماعي كذلك ونحن في غينة على هذه المسألة جميل ونحن في غينة على هذه المسألة سيد عداف اللاحي حتى نضبط أمورنا ونضبط الوقت لأنه مقادلنا الكثير من عمر الحصة سيد عداف اللاحي لماذا في رأيك يعني الرأي العام الداخلي شباب وحتى يعني شيوخ وكهول متعلقين كثيرا بدعاة سواء كان العريفي أو دعاة أخرى سواء كانت سعودية أو مصرية أو ما إلى ذلك يعني لماذا رأي العام الداخلي شباب في الجزائر متعلق كثيرا بدعاة أجنبيين أو أجانب أكثر مما هو متعلق بدعاة وشيوخ في الجزائر والله هذه مسألة يعني كبيرة ومعقدة يعني هذا راجع إلى أنه أصبحت يعني المؤسسة الدينية مع الأسف الشديد في المدة الأخيرة فاقدة للمزدقية فاقدة المزدقية بهذا النوع من الأداء في استبعاد وتهميش يعني الكفاءات وبعض المراجع وبعض العلماء أنت تعرف بأن الشيخ متولي الشعراوي وهو عالم من العلماء وكان يعني مالع الدنيا يعني وشيغل الدنيا والناس قال على يعني الشيخ الهبري يعني وهو من العلماء والمراجع بوهران كان يقول عليه بأنه شيخي وسيدي هذا الشيخ الشعراوي يقول عن أحد المراجع بالجزائر شيخي وسيدي ولكن مع الأسف الشديد المرجعية الدينية الوطنية أصبحت مغيبة لا تعطى لها الفرصة للبروز والظهور ولا تقدم لها الإمكانيات حتى ممكن يعني تقوم برسالتها على المستوى الديني وعلى المستوى الاجتماعي وحتى على المستوى الإعلامي الأداء الإعلام الديني في الجزائر لم يحاول كيف يعني يخرج هؤلاء العلماء إلى النور ويعرفهم الناس يعني أنت تعرف بأن المؤسسات التابعة لوزارات شؤون ديني والأوقاف بالخليج بما يسمى بخالية الأعلام هذه يعني جهاز قائم بذاته يعني هو ينتج برامج حتى على المستوى الدولي حتى على المستوى الدولي أنا نتذكر أن أحد الإطارات بالكويت لما زارنا في عهد غلام الله يعرض على غلام الله يعني من تول وزارة شؤون ديني التابعة للكويت أنتجت شريط حول شخصيتها ويطلب منه أن يشريه فالوزير يعني تألم يعني لهذا العمل يعني يقال له أنا مليش محتاج وبالتالي من المفروض يعني من المفروض أنه تتضافر الجهود على مستوى كل المؤسسات في إبراز المرجعية الدينية الوطنية وعطها كل فرصة حتى يكون يعني مرجعية وطنية هذا الحديث سيد عدف لاحي يقودنا إلى ربما قضية التي أثارت كذلك الرأي العام الداخلي فيما يتعلق بقضية شيخ عالجت هنا في الزائر وما قيل عنه وهنا من طرف وزارة شؤون الدينية يعني في الوقت الذي مثل هكذا مراجع الدينية هامة في الجزائر بثقلها بحجمها بعلمها بتاريخها يحدث لها أو يحدث لها ما حدث من طرف وزارة شؤون الدينية هل سيد عدف ما رأيك يعني تعليقك بالنسبة لهذه القضية لا أنا تفعلت مع القضية منذ البداية يعني وأصبت بالإحباط يعني شيخ تتجاوز يعني القرن من عمره وقدم للجزائر وكان مجاهد يعني والتقى بعميروش وعميروش يعني صحيح هو الذي تكفل يعني بالطلبة للذين هاجروا لتونس يعني وعميروش قال شيخ عالجت أنا ذاك يذهب إلى تونس فرسالتكم تكون بعد الاستقلال لأنه شيخ عالجت والجماعة طلبوا منه أنه يوفر لهم السلاح لبشيط والجبال فقال لهم أنتم مهمتكم مش الجبال وإنما تمشوا للزيتون ومهمتكم بعد استقلال الجزائر ولكن مع الأسبب الشديد ماذا نقول يعني لعميروش ومن قيامه نقول له بأنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف في 2016 هان الشخص اللي انت تكفلت يعني مع جماعته لدراسة في تونس مع الأسف الشديد يعني أنا أصبت يعني عديد من المراجع بالإحباط ولكن حتى التعامل مع القضية كذلك كان بشكل مخزي ومن شكل يعني يعني المذن سيد عدف لاحي أنت تعرف يعني وزير الشؤون الدينية سيد محمد عيسى وعملت معه الوزارة في رأيك لماذا هذه الخرجات في المرحلة الأخيرة استفزازية بالنسبة للرأي العام الداخلي هل هي ارتجالية عدوائية متعمدة في بعض الحال حتى يطرح علامات الاستفام على أنها متعمدة من طرف الوزير لا ما هو متعمدة يعني هي قل لأقل التقدير وخبرة يعني وهنا دائما نعود وزير الشاب ما هو الشاب يعني إحنا شفنا يعني وزارة شباب يعني كان وزير شون وزير كان رئيس الجمهورية يعني شفاء الله نعم كان وزير للخارجية ووزارة الخارجية ما يسأل يعني كان أقل من هذا السن كان أقل من ثلاثين سنة نعم ولكن مع الأسف الشديد كما يقال يعني القاعدة لم تطبق قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب شكرا جزيلا لك سيد عدل فلاحي مستشار سابق وزارة شؤون دينية مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة عين وحدث نقشنا اليوم الأبعاد التي أخذتها قضية الدعية السعودي محمد العريفي سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي متابعة طيبة مع برامجي قناة النهار ونهاية أسبوع جيد موفقة ألقاكم يوم الأحد سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر